اشتركوا في القناة اصنعش خليفة منهم ذول الصنعش هاي الرواية ذكرها البخاري انتوا تعتقدون بالبخاري اصح كتاب عندكم بعد كتاب الله صحيح البخاري رواية اثنى عشر خليفة في البخاري موجودة رواية باب الاستخلاف رواية اثنى عشر خليفة في مسلم موجودة كتاب الامارة او الامارة هسا نكتفي بهذه غير بقية الكتب اثنعش خليفة يقول كاتب المقالة اللي يريد ان يغمض عنا اخبر النبي صلى الله عليه وآله وآله طبعا مني انه سيكون من بعده اثنى عشر خليفة من قريش فعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعد اثنى عشر خليفة كلهم من قريش قال ثم رجع الى منزله فأتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون الهرج كما ينقل هذا الراوي الآن يريد يفسر هذه الرواية الكاتب يقول تحققت نبوءة رسول الله معش خليفة لاحظوا التفسير حيث كان بعده اثنى عشر خليفة احسبوهم وهم الخلفاء الاربعة الاوائل خذول الاربعة وسيدنا الحسن خمسة واحذف كلمة سيدنا ومعاوية ستة وابنه يزيد اللي في روايات اخر في مسلم وغيره بهم يقوم الدين لا يزال الدين عزيزا منيعا بهم كذا كذا هاي الاوصاف وابنه يزيد سبعة يقول رضي الله عنه وحفيده معاوية ابن يزيد معاوية الثاني الثمانية وعبد الله بن الزبير ليش؟ لأن حكم مكة مدة تسعة ومروان ابن الحكم عشرة وعبد الملك ابن مروان دعش والوليد ابن عبد الملك اثنعش وعددهم اثنى عشر خليفة وتوفي آخرهم الوليد ابن عبد الله سنة ستة وتسعين من الهجرة خب بقية الرواية ثم يكون من بعد ذلك الهرج الهرج وين صار؟ يريد يطبق الحديث يقول ووقع بعد ذلك بستة وثلاثين سنة هرج وقتال شديد ابان انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس البقية وين صاروا؟ ما صاروا اثنعش ذولا؟ هاي الفترة ستة وثلاثين عام ايش لون طفرتوها؟ انت وصلتوا الي الوليد صار اثنعش وبعد الوليد من ا Created بعد اجا سليمان بني عبد العزيز بعد اجا عمر سليمان ابن عبد الملك بعد اجا عمر ابن عبد العزيز بعد اجا يزيد ابن عبد الملك بعد اجا هشام ابن عبد الملك بعد ايجا الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك بعد ايجا يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك بعد ايجا ابراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك بعد ايجا مروان ابن محمد ثم حدث الهرج والمرج بالثورة العباسية ضد الامويين فالنبي لازم يقول كم خليفة؟ عشرين خليفة يكونوا بعد عشرون خليفة إلى مروان ثم يكون الهرج لكن هذا يطفر هذه الطفرة لأنه ليس عند حل يقول 12 خليفة وصلهم إلى الوليد ثم بعد ذلك وقع ب36 سنة مع هاي الطفرة هرج وقتال شديد إبان انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس ما يريد يعترف بالحقيقة لأنه هذا الحديث ما إلى تفسير إلا تفسير واحد حديث الأئمة الاثنى عشر الموجود في البخاري وفي مسلم وفي مسند أحمد وفي كتب المسلمين من الفريق أي تفسير ما إلى انتوا ابحثوا الكرة الأرضية لاحظوا ما قاله علماؤهم أي تفسير معدهم لذلك يضطرون يلفون على الحديث والآن انتوا جربوا اسألوا عشرة من علمائهم شنو معناه حديث الأئمة الاثنى عشر كل واحد يقول تفسير وهذا الهرج كيف تحقق الذي تقولون به ليس معدهم إذا فقط هذا الحديث كان عندنا لكان كافيا في إثبات الإمام المهدي كيف وعندنا ألوف الأحاديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة